أنا عايزة أبدأ من اللي أنا قلته في البقدمة لأنه على كبر هيئات وعلى أثرها إحنا من المشعر عارفين هي بتعمل إيه؟ هي بتتعامل معانا إيه اشتباكها أو إيه تدخلها وتأثيرها في حياتنا اليومين هيئة تنظيم والإدارة إيه دورها وتأثيرها بالنسبة لقوات المسلحة وبالنسبة لذلك حالتنا المعدين من قدام المبنى هو الحقيقة يعني القيادة العامة لقوات المسلحة لديها إيمان راسخ بالدور الحاوي اللي بيتقوم بيه أفراد ورجال القوات المسلحة المصرية في الدفاع عن أغلى ما نملك وأغلى ما نستطيع أن نتحدث عنها وهي مصرنا الحبيبة الحقيقة إذا تكلمنا عن مصر فما نقدرش نتكلم إلا عن إن إحنا موجودين عشان مصر دائما تبقى موجودة وإن شاء الله طول ما إحنا موجودين فمصر دائما موجودة بتنعم وينعم شعبها بكل الأمان والأمن اللي بيقدموا لها رجال القوات المسلحة بالتعاون مع باقي أجهز الدولة وعلى رأسهم طبعا الشرطة المدنية الحقيقة يعني عن الإيمان من القيادة العامة لقوات المسلحة بالدور المهم لبلعبه رجال القوات المسلحة في الدفاع عن مصر فقد قالت القوات المسلحة على نفسها قالت تدخل جهدا في توفير سبل الحياة الكريمة لضباط الصف والجنود وأسرهم في جميع المجالات بالقوات المسلحة كمان القيادة على هيئة تنظيم الأدارة لقوات المسلحة بتقوم بإعداد وتنفيذ السياسات التجنيدية والانتقاء وتوجيه الأفراد من جباط الصف والجنود تبقى لأسس ومعايير دقيقة هذه الأسس والمعايير بتحقق رفع الكفاءة القتالية لقوات المسلحة وهو ده الهدف الرئيسي لأي قوات مسلحة في العالم نحن بنرفع الهدف يكون رفع الكفاءة القتالية لهذه القوات مع تطوير وتعديل السياسات مع تطوير وتعديل السياسات التجنيد وخطط التعباء بما يتماشى مع تطوير خطط الفتحة الاستراتيجية للقوات المسلحة المصرية